جولدون جلوب تعتبر جائزة من أرقى الجوائز في عالم السينما إلى جانب الأوسكار. يقام لها حفل سنوي يقيم الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية. ينظر إليها تقليديا على أنها معيار لمن يمكن أن يكرم في حفل الأوسكار. إلا أن الحفلة والجوائز واجهة انتقادات وجدل واسعين في هالود. بسبب نقص التنوع في الأعضاء القائمين عليها. تملح جائزة جولدون جلوب سنويا منذ عام 1944. واستمرت أسستها جمعية الصحفيين الأجانب المعتمدين في هالود. تتألف من 90 عضوا تقريبا يشكلون لجنة تحكيم جوائز جولدون جلوب. الانتقادات والجدل حول أعضاء الجمعية دفعها إلى إقرار سلسلة إصلاحات. لتحسين تمثيل الفئات المختلفة في صفوفها. وأقرأ أعضاء الرابطة بالأكثرية. سلسلة تدابير ترمي إلى معالجة الوضع في الأشهر الثماني عشرة المقبلة. ووعدوا بضم صحفيين من السود. إضافة إلى إصلاح النظام الغامض والمتشدد المعتمد لقبول الأعضاء الجدد. كان تقرير لوس أنجلس تايمز في فبراير الماضي جاء صادما بعد أن كشف عن وجود عضو أسود واحد لمدة عشرين عاما. ورغم قرار الجمعية بالإصلاحات إلا أن هذا كله لم يشفع لها. وقررت شبكة NBC التي تملك حقوق بث الحفل منذ عام 1996 وتدفع ما قيمته 60 مليون دولار سنويا. قررت التوقف عن بث جائزة الجولدون غروب. في بيان لها تقول المحطة الأمريكية شبكة NBC ملتزمة بإصلاح نفسها بشكل كبير. لكن تغييرا بهذا الحجم يستغلق وقتا وعملا. وأن الرابطة تحتاج إلى وقت لتحقيق ذلك بشكل صحيح. من هذا المنطق لن تنقل نسخة 2022 من جولدون غروب. ونأمل وتأمل في بث الاحتفال في كنون الثاني يناير 2023. إذا نفذ المنظمون برنامجهم الإصلاحي. إلى هذه الحملة أو إلى هذا الرأي أنضم الموثل توم كروز إلى حملة المقاطعة. بعد قراره بإعادة جوائز جولدون غروب الثلاثة التي فاز بها عن فيلم بورن. ونتحدث عن جيري مكواير أيضا وفيلم مانوليا. احتجاجا على افتقار الرابطة لتنوع العرقي. كما أعلنت كل من أمازون ستوديوز ونتفليكس. عدم اهتمامهما بالعمل بعد الآن. مع الرابطة قبل إجرائها تغييرات كبيرة. كما أظرت سكارلت يوهانسون التي تم ترشيحها لخمس جوائز جولدون غروب. بيانا دعت فيه المجتمع. وصناع الصينما لمقاطعة جمعية هاليوود للصحفيين الأجانب. ما لم تقم بإجراء تغييرات داخلية كبيرة. ما التعليقات بالنسبة للأمريكيين. كانت مرحب بفكرة عدم بث الجوائز. مثلا هنا يكتب جاري روزون. الأمر المضحك في قيام نبي سي بإلغاء بث جوائز جولدون غروب 2022. هو أنها ستكون خسارة كبيرة لنخبة هاليوود. ولغرورهم المبالغ فيه. ولكنه لا يؤثر على الشعب الأمريكي. الذي لم يعد يشاهد برنامج الجوائز هذه. أما هنا جون كندا له تدوين يقول فيها. توم كروز هل يمكنه إعادة كل الأموال والنجاح الذي حققته له الأنظمة التي منحت الجوائز المذكورة له كلها؟ لا. ومع ذلك سيحصل على تغطية إعلامية كبيرة بهذا البيان. أما ما يكتبه بول ما فعله توم كروز هو صحيح. إنه رجل أبيض في منتصف العمر. لذلك ما كان يجب أن يتم منحه هذه الجوائز في المقام الأول. شكرا لمشاهدة كاتراندينغ. سنسعد باشتراكك بالقناة. ومشاركتك لقصصنا. وإعجابك بها. وتعليقك عليها. ترجمة نانسي قنقر